كتير من أولادنا الصغيرين لما تيجي تقعد معهم وتتكلم وتسألهم أنت يا حبيبي عايز تطلع إيه؟ كان زمان يقولك أنا عايز نفسي أطلع زابط مهندس دكتور محامي مدرس وما إلى غير ذلك لكن أصبح كتير من الشباب النهاردة تيجي تسألوا نفسك يا حبيبي تطلع إيه لما تكبر يقولك نفسي أبقى يوتيوبر طب ليه يا حبيبي عايز تبقى يوتيوبر؟ بقولك أنا عايز تبقى زي اليوتيوبر فلاني فلاني وفلاني العلاني لأن هؤلاء أصبحوا يقدموا محتويات من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام حظوا من خلال هذه الفيديوهات اللي بيقدموها من خلال المواقع التواصل على الشهرة والمال ودي الحكتين اللي كتير من الناس نفسون فيها أنه يحظى على شهرة ومال في ذات الوقت طيب لما نيجي النهاردة نركز على المحتويات التي تقدم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بشكل عام نجد أن كثيرا من هذه المحتويات المقدمة ولأصبحت حاليا مؤخرا على تيك توك للأسف محتويات هابطة محتويات لا تقدم شيئا هادفا للناس وأصبح كثير من أولادنا وشبابنا وبناتنا متأثرين جدا بهذه المحتويات لدرجة أن بعض الفتيات للأسف الشديد أصبحوا يقدموا الآن محتويات فيها من الابتذال ما الله به علي تطلع النهاردة تعري نفسها بقدر ما تستطيع لتحظى على أعلى نسبة مشاهدة ممكنة من خلال مواقع التواصل يطلع يقول ألفاظ بذيئة من خلال تلك الفيديوهات حتى يحظى على أكبر نسبة مشاهدة ممكنة يطلع يعمل أي حاجة غريبة حتى لو كانت مخالفة للدين والعادات والقيم والأخلاق من باب فقط أن يحظى على أعلى نسبة مشاهدة ولما كنا بنتكلم مع هؤلاء وعادنا مع كثير منهم تقوله أنت ليه بتعمل كده يعني ليه بتعمل في نفسك كده أنت ليه بتعملي في نفسك كده يقولك لأن إحنا كتير جربنا نقدم محتويات هادفة لكن المحتوى الهادف للأسف ما بيعلمش مع الناس يعني لو كلمت النهاردة مثلا عن موعظة معينة لو اتكلمت النهاردة عن حاجة هادفة من الأمور اللي إحنا محتاجينها في مجتمعنا تجيب ألف مشاهدة ألفين ثلاثة أربعة أقل أكثر لكن لما أتكلم عن حاجة هابطة وأعمل شيء مبتدل من خلال تلك المواقع وتلك الفيديوهات ممكن الفيديو في اليوم الواحد يعدي المليون مشاهدة وفكرة بقى درع اليوتيوب الفضي ودرع اليوتيوب الذهبي إلا أصبح النهاردة مبتغى كثير ممن يقدم هذه المحتويات على مواقع التواصل أصبح هذا هو الهوس والهاجس الموجود عند كثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بلا لذلك أنا ترأيت من خلال برنامج من الحياة أننا درنا في الإعلام الإسلامي أنه ينبغي أن نقدم النماذج الهادفة الذين استطاعوا بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما يقدمون من محتوى هادف من خلال تلك المواقع أن يحظوا على المال والشهرة أن يحظوا على نسب المشاهدة العالية من خلال ما يقدمه من محتوى هادف من غير ما يقدم شيء مبتذل أو شيء يحسب عليها أم الله أنه يقدم شيء يحض مثلا على الفجور أو الفسقة أو الرذائل أو ما إلى غير ذلك ومن خلال هذا النموذج هنقول للناس هو يعني إحنا بنكذب الآن عمليا فكرة أن الناس مش عايز الحاجة الهادفة لا يا حبيبي الناس عايز الحاجة الهادفة لكن أنت مرضو مطلوب منك وانت بتقدم الشيء الهادف أن تقدمه بطريقة مميزة أن تقدمه بطريقة جذابة للجمهور أن تقدمه بطريقة أيضا فيها من الإبهار اللي ينبغي أن نقدمه جميعا للمشاهد الكريم وأنا دائما بقول لأي واحد يقدم محتوى من خلال مواقع التواصل أنت أقعد كده وتفرج على الفيديو شوف اسأل نفسك هل الفيديو ده يبهرك؟ هل الفيديو ده يجذبك؟ أقعد وتفرج ويعمل دراسة جدوى كده وشوفي الناس إيه اللي بيبهرها وإيه اللي يجذبها ووظفوا في المحتوى الهادف بتاعك